السلام عليكم كل متابعي انوار فلوغ بالنسبة للناس يصقصتني لكلي وراه هذا الموقع اللي نقدروا نشروا مناه تذكيره باهي سهلنا الحصول على فيزا شنغن اليوم راح نشرح لكم الطريقة في اخر الفيديو راح نخلي الرابط الخاص بهذا الموقع ايا تابعوا معايا السلام عليكم كل متابعي انوار فلوغ وكذا كل حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي اليوم راح نشرح لكم في فيديو جديد كما وعدكم بالنسبة لخوضنا اللي راحهم مقيمين في الدول العربية ويحوسوا يقدموا طلب الحصول على فيزا شنغن هذا السيد اول موقع راح يعاونك بنسبة كبيرة وراح يخلي الحظ تاعك اكبر للحصول على هذا الفيزا ان شاء الله الطريقة هي بسيطة وسهلة وفي متناول الجميع ان شاء الله اول حاجة ندخلوا هنا ونكاين هذا الثعلب كما ندخلوا هنا كما راكم تشوفوا راح نلقاوا الرائع والجميل جدا في هذا السيد راح تلقى كل قرارات العالم امريكا اوروبا افريقيا اسيا وما الى اخره احنا راح نركزوا على اوروبا لما ندخلوا هنا اوروبا راح تجيني هذه الواجهة والرائعة ايضا علاش لانا كما رانا نشوفوا سالون ان اوغوب 2023-2024 2023-2024 يعني ديما يجيب لك الجديد والحصري كل المهرجانات والملتقيات الدولية والحفالات كل كل شي حتى المعارض لتباع الالبسة والعديد والعديد من الاشياء هنا رح نلقاو كل الدول الأوروبية هنا رح نركزوا على دولة البرتغال واللي هي على رأس القائمة ها هنا لشبون بورتيغال ندخلوا هنا رح كاتب لك فوق هنا تروندو صالون لشبون 32 متقاد دولي ومنهم معارض وكل شي وحفالات ومهرجانات وميلات فيها حتى لفوار وفيها حتى سيرك المهم مثلا مثلا هنا رح ندخلوا لهذا الخيار اللي هو فاريا انترنسيونال دو لشبوة مثلا هذي فاريا انترنسيونال عطلة لكل العالم ندخلوا هنا باختصار وايضا هنا رح تلقوا من وإلى مثلا هذا رح يبدأ من 25 ماي حتى الـ 28 ماي يعني طرواء جورو انت رح تديروا طبعا كي العديد والعديد من الخيارات كما رحكم شفتوا رح تختاروا على حسب الوقت اذا كان من قبل او من بعد على حسب الوقت اللي رح تدفعوا فيه كي اللي يقدر يختار قبل بشهر مثلا ولا بعد بشهر او اكثر او اقل المهم احنا احنا رمخلين كل المعلومات طبعا الخاصة بهم احنا وين نروحوا نروحوا لهاذ الخيار Info de contact pour arco lishbowa ندخلوا لل site web official بحنا نقدروا نشروا هاذ ticket وراح تجينا هاذ الواجهة كاميراكم تشوفوا الموقع ما شاء الله رح يفتح بسرعة وهنا ايضا رمقك ديلك التاريخ من 25 حتى 28 ماي 2023 نزيدوا وندخلوا هنا pay your ticket for arco lishbowa ايضا راح نكملوا وندخلوا هنا pay your ticket استنوا شوية هاي جتنا هاذ الواجهة هنا في الواجهة ندخلوا h tier ونستنى الصفحة لبعدها صراحة هاذ الموقع مخدوم بطريقة احترافية وبسيطة وسهلة وفي متناول الجميع البرتاج 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 بات عم الفائدة على الجميع وانا كما قلت لكم اني مهتم بكل الفئات سواء الناس اللي متواجدين في اوروبا او الناس المقبلين على القدوم الاوروبا رب يوفق الجميع ان شاء الله وهاي جتنا ذرك هاذ الواجهة هاذ الواجهة طبعا هذا هو ليس السعر النهائي 14 يورو احنا راح نختاروا هاذ الاختيار اللي هو عدميسيون جنيرال راح نديروا زائد احنا وكما راكم تشوفوا راح خرجتنا المعلومات اللي لازم نمشو عليها نعمروا هاذ الخانة احنا نخلوا الاسم انا راح ندير مثال بسيط باة انسها للكم هندير اسم وهمي طبعا احنا ايضا احنا ايضا راح نختاروا البلد مثلا انا راح نختار الجزائر الجريا اللي هي احنا وهنا كان اختيار هذا اختيار هذا اللي هو هذا للمعلومات المعلومات اللي انت تخرج لك المعلومات اللي تخليها انت هنا هذا طبعا على حسب الاختيار تاعك هذا ليس اجباري انا نفهمكمه هذا ليس اجباري تقدر هنا رمضين لك اصلا تقدر ما تروحش عنده نهائيا وتحط الايميل تاعك هنا انا طبعا راح نوضح اكثر مثلا انا راح نحط الايميل هنا لازم لكم تركزوا اصلا الايميل وكما يكونش ايميل صحيح مش راح اتم عملية الشراء استيرية مثلا انا راح ندير اه هذا الايميل اي اظهر اجيميل بوان كوم وحنزيد نأكد الايميل هذا في الخانة الثانية دوسيام هذه اه جيميل بوان كوم ايضا احنا نازم نزيد نأكد على نغير البلد راح نديرها ايضا مرة ثانية الجريا باه يخرج لي الرمز تاع البلد تاعي مثلا ايضا خانة هذه مهمة ولازم مثلا راح ندير الرقم وهمي ونعمر هذا المربعات الصغيرة ونكمل احنا عملية الشراء اوضع لا وي نعم احنا راح تظهرنا الخيارات اللي نقدروا نخلصوا زعمها بالكارد فيزا ولا بالان بي واي احنا بكل بساطة راح نختاروا الطريقة السهلة اللي هي فيزا ماستر كارد او عفوا نعم اسف عاودوا نرجعوا للصفحة القديمة اللي هي هذي راح نختاروا فيزا ماستر كارد او كما راكم تشوفوا هذا هو الطوطال اللي هو 21 يورو فاصل 48 سنت هذا هو السعر اللي لازم ندفعوه ولما نواصلوا العملية هنا وهذه هي الصفحة الاخيرة سيليسيون و ميو دي باقامينتو لازم تكمل عملية الشراء او عملية الدفع هنا راح تطدير طبعا المعلومات تاعك او اللي كوردونية الخاصة بالكارد فيزا تاعك وراح تكمل عملية الشراء وبعد ما تكمل هنا او تكمل عملية تعددفع وتروح لهذا الخانة مباشرة كونتينوار كونبارار يعني اكمال الشراء راح يوصلك مباشرة هذا التيكت على الجيميل تاعك وبالاسم تاعك وهذا راح يساعدك كما قلت لكم بنسبة كبيرة جدا جدا وراهيبة على الحصول على فيزا شنجم كما عاون بزا في ناس وربي يوفق الجميع ان شاء الله واني لكم من النصحين سلام الله وفروحكم والسلام